اشتركوا في القناة ما يكون راضي عنا هلا بالتأكيد خراسة المرمى بعد إصابة الحارس الأساسي رح يكون أحمد مدنية لا شك أنه الجميع بيتفق أنه أحمد مدنية جدير بأنه يكون الحارس الأساسي بهذه الفترة مع المنتخل بمركز خط الدفاع ومين غيره الذي لا يعرف عمره ميداني يلي كان دائما ضمن خيارات المدربين بمختلف أسماؤهم جنب الميداني في عنا إيميليانو عمور وجنب إيميليانو في عنا أغناصيو براهام وزكريا حنان بالتأكيد بمركز الظهير الأيمن ننتقل على مركز خط الوسط تحديدا ارتكاز منتخبنا هو سائر كروما اللاعب يلي ما بيختلف في الكل إنه هو مميز جدا بجانب سائر أكيد محترفنا بأوروبا سيمون آمين اللاعب الشاب واللي عم يقدم مستويات ممتازة عندنا أكيد عمار رمضان خط الوسط الهجومي ما رح يخلى من مهارات عمار رمضان اللاعب الشاب وبالجهة المقابلة أكيد بخط الوسط محمود المواس ألف عشرة رقم عشرة ومهاجم منتخب سوريا الوهمي وأكيد نجم الشرطة العراقي وفينا نقول كمان رأس الحربة بديل لعمر السومة بالفترة الحالية هو المحترف بابلو صباغ بالدور البيروبي وإلى جانب بابلو بالتأكيد الدينامو على الدالي والمهاجم الوهمي يلي رح يخدم منتخبنا كتير ورح يصنع أكيد أهداف مثل ما عودنا على ويتقلق أكيد هاي القائمة هي مجرد توقعات من قناتنا لتشكيلة خسي لانا اللي رح يبلش فيه أكيد أمام المنتخب الروسي يلي سحق بروناي دار السلام بإدعشر هدف مقابل لا شيء ليبعث رسالة أكيد لمنتخب سوريا لأنه المنتخب الروسي ما رح يرحم لا بالوديات ولا أكيد بالمباريات الرسمية يلي عم يحضر له هذا كل شي عندي اتمنى في حال الفيديو نالي أعجابكم وتحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ما ضرر إني أدعكم بشوفكم في فيديو جديد سلام